اشتركوا في القناة وقيم إنسانية رفيعة وعقب الجلسة أدلى سعدت دكتور رياسر صقر الشيراوي القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب بتصريح أشار فيه إلى أن المجلس عقد جلسته الثانية عشرة واستهلت بعرض الرسالة الواردة من سبو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين كما بحث المجلس عددا من المشاريع بقوانين إضافة لبحث تقارير اللجان النيابية وقرر الموافقة عليها وإحالتها للحكومة ووافق المجلس على الطلب بشأن استضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات الصيادين